لشراء تي شيرت بوهيمين رابسيدي الفاجر اللي أنا لابسه ده ممكن تتواصله مع صفحة فورزة اللي لينكوهم موجود في الدسكريبشن تحت وتقول لهم إنكم جايين من طرف قناة فيلم جامد عشان تاخدوا الدسكاونت المعتبر شايفك يلا حتكتب ما تعمل قناة تي شيرت جامد شايفك فيلم بوهيمين رابسيدي بيحكي قصة فريق الروك البريطاني الشهير كوين ومغنيهم الرئيسي فريدي ميركري الفيلم بيركز على السنوات ما بين انضمام ميركري للفريق سنة 1970 لغاية عرضهم التاريخي في حفل لايف ايد سنة 1985 الفيلم بيحكي قصة تطور الفريق وقصة أسلوب حياة ميركري وميوله الجنسية والقصص اللي وراء أنجح أغانيهم وبيحكي كمان قصة الصعود والسقوط في علاقة ميركري بأفراد الفريق وصراعات البزنس مع تدخلات الجهلة وأصحاب الأطماع فيلم بوهيمين رابسيدي أخيرا بيشوف النور بعد عملية انتاج طويلة جدا ومضطربة جدا أسماء كتير كانت مرتبطة بالمشروع سواء عشان تمثل فيه أو تكتبه أو تخرجه بعضهم ما اشتغلش فعليا في الفيلم وبعضهم بدأ شغله ولكنه ما استكملوش زي المخرج اللي الفيلم منسوب له بالفعل براين سينجر اللي اترد قبل انتهاء التصوير بأسبوعين وقبل بداية مراحل ما بعد التصوير اللي استكملهم المخرج دكستر فلتشر واللي في الآخر يدوب تم اعتباره منتج منفذ أغلب المشاكل اللي حصلت في مراحل المشروع المختلفة تم نسبها للاختلافات الإبداعية ولما تعرفوا ان كان فيه اختلافات إبداعية لازم تتوقعوا ان حصل تنازلات ولما تعرفوا ان حصل تنازلات لازم تتوقعوا ان نسبة المخاطرة مش هتكون مرتفعة دي في رأيي واحدة من مشاكل بوهيميون رابسدي انه فيلم مسالم ووديع جدا ما فيهوش اي مخاطرات لا في القصة اللي بتتحكي ولا في الطريقة اللي بتتحكي بيها ولا في الشكل اللي بنشوفها فيه على الشاشة هو ببساطة بيحكي اغلب فصول القصة اللي كلنا عارفينها بترتبها المنطقي وليس التاريخي بس مش دي اكبر مشكلة المشكلة الكبرى ان تجربة مشاهدة الفصول دي مش حلوة لان فصول القصة مركزة قوي مختصرة قوي كثيرة النط ودايما حريصة على ارضاء اللي كان بيحصل معاهم الاختلافات الابداعية فصول القصة بتاعتنا مركزة قوي مش كافي ابدا ان تحصل حاجة واحدة في اي تسلسل 3 او 4 او 5 احداث رئيسية لازم تحصل في نفس التسلسل وفي بعض الاحيان في نفس المشهد يا باشا وكمان هات احداث حصلت قبلها بسنين او بعدها بسنين وحشرهم في نفس المشهد ولو المنطق وقف عائق في طريقك عشان تحشر احداث اكتر في نفس التسلسل يبقى هاتلنا قصة واحدة من الاغاني الدقة التاريخية مش مشكلتي اعمل يا عم اللين تعاوزه عشان تخدم رؤيتك الابداعية مشكلتي ان مفيش رؤية ابداعية اصلا ده مجرد تكديس لاحداث ووقائع فوق بعض وفي نص بعض فصول القصة بتاعتنا مختصرة جدا الفيلم مركز قوي على تقفيل خطوطه بسرعة كل المشاكل بتحصل في ثانية وبتتحل في ثانية يمكن الاستثناء الوحيد هي علاقة ميركري بماري أوستن اللي في تقديري افضل زاوية درامية في الفيلم كله يعني الصراحة يا ريت الفيلم كله كان بيدور عن العلاقة دي بس لكنه كان مصمم على تناول حاجات كتير جدا من غير ما يتعامل مع اي حاجة منهم بالجدية الكافية مشاكل ادمان الكحول والمخدرات مختصرة جدا مشاكل الصحافة والاعلام مشهد واحد الموضة وتطور شكل وملابس فريدي ميركري يا دوب موجودة استعراض كيفية تطور شعبية الفريق دي بقى فعلا مش موجودة فصول الفيلم بتتنطط كتير جدا انا كنت حاسس نفس احساس ثور في ثور راجناروك لما دكتور سترينج كان عمال ينططه من مكان لمكان ليه بالنط دلوقتي وليه السنين دي كلها والتحولات اللي بين النطات دي حصلت ازاي هل ببساطة لان في الفجوات دي ما حصلتش اي حاجة تمجد في اعضاء الفريق وهنا فصول الفيلم بتبين قد ايه هي كانت حريصة على ارضاء اللي كانت بتحصل معاهم الاختلافات الابداعية وهم طبعا اعضاء كوين اللي لسه احياء الفيلم بيتعامل معاهم كملايكة حبيبي ما بيغلطوش وما بتطلعش منهم العيبة لدرجة شيطانة فريدي ميركري نفسه بطرق عمرها ما حصلت يا جماعة الناس اللي كانوا قاعدين ورايا في السينما عملوا مخالفات اخلاقية اكتر من اللي عملها روجر تيلر في تاريخه كله حسب احداث الفيلم كمحب كبير للسينما فانا شايف ان دا مش مقنع وكمحب كبير لكوين شايف ان دا مش مقبول لما بيبقى في مشاكل كتيرة زي دي في بناء القصة وطريقة سردها بندور على الانقاذ في عناصر الفيلم الاخرى وعناصر الفيلم الاخرى ما كانش فيها مشاكل كبيرة بس برضو ما كانتش متميزة اوي الفيلم تم اخراجه بالارقام تقريبا لحد فصل النهاية ما كانش فيه اي مشهد معلم معايا ما كانش فيه اي فرصة اصلا لأي حاجة انها تبرز في وسط كل العمل يحصل دا هو الحقيقة تم استخدام تقنيات عتيقة لحشر حاجات اكتر في نفس التسلسلات وعشان نخليها مختصرة اكتر كمان زي منتاج اللقطات اللي عملوه في خلفيته وزي استخدام الصورة المشوشة في المشهد بتاع المؤتمر الصحفي الحاجات دي بطلت خلاص اغلب الحوار عمل زي ما يكون تصريحات صحفية بيقولها اعضاء الفريق مش جمل بيقولها بني ادمين على مستوى التكسيد فرامي مالك عمل شغل كويس جدا بس برضو فيه حاجات بتعكر صفو اداءه اهم الحاجات دي هي ان الفيلم مركز جدا على الاحداث فما بناخدش اي حاجة من دراسة الشخصية الانتصارات مش متبروزة بالشكل الكافي والانكسارات مش مؤلمة على الاطلاق حتى التطورات في شكل الشخصية النطات الزمنية الكبيرة اللي الفيلم استخدمها خلت التعود عليها صعب وللامانة لو حضراتكم شفتوا اللقاءات المصورة بتاعت فريدي ميركري يمكن تلاحظوا زي كده ان رامي مالك مقدرش يلقط السحر اللي في شخصيته على الجانب الاخر اداءه التعبيري والحركي على المسرح عظيم بكل المقاييس واداءه كراجل بعيدا عن ان الراجل ده المفروض يكون فريدي ميركري في علاقة معقدة زي دي مع البنت اللي بيحبها شيء هايل بكل تأكيد رامي مالك ممكن يحصل على ترشيح للأسكر في ضوء اللي شفناه لحد دلوقتي من منافسة ولكن موضوع الفوز ده مش عارف وللأسف مفيش اي اداء تمثيل تاني يستاهل اننا نتكلم عنه اصلا عنصر الخلاص في الفيلم كله بقى هو الموسيقى اننا نعيش التجربة اللي الاعمال العظيمة دي اتولدت وتقدمت فيها حتى برضو مع منغصات عدم الدقة التاريخية وافضل تسلسل في الفيلم كله طبعا هو اداء كوين في حفل Live Aid وده لو بيثبت حاجة فهو بيثبت قد ايه الاداء ده كان عظيم عظيم لدرجة ان كل المشاكل اللي كانت موجودة في الفيلم واللي فضلت موجودة جوه التسلسل ده نفسه ما قدرتش تفسده بس الصراحة لو على قد التسلسل ده فالاداء الحقيقي موجود على يوتيوب نقدر كلنا نستمتع به وهو بكل تأكيد اعظم مليون مرة بوهيمين رابسدي فيلم آمن قوي اتعمل تحت اشراف شخصيات موجودة فيه وبنية ارضاقهم وما فيهوش اي عدالة لتناول الثراء الفني والدرامي لشخصية زي فريدي ميركري رامي مالك عمل كويس باللي كان موجود قدامه ولكن ما اعتقدش ان التجربة فيها مجد كافي عشان يفيده تقييمي لفيلم بوهيمين رابسدي هو 4 من 10 للامانة هو فيلم مش ممل بس فيه افلام وطائقية اتعملت عن كوين وعن فريدي ميركري ممتعة ومسلية اكتر منه مناقشة الحلقة في رأيكم ايه هو افضل فيلم اتعمل عن حياة مغني او فريق موسيقي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي